اشتركوا في القناة اوصلوا عندي جدول في اسامي المنتجات والسيلز اللي حصلت لكل منتج مجموعة من الفواكه والمبيعات لكل نوع من الفكهة دي ويعايز احطوهم في جراف زي ما حراك شايف البارز لون هارو ماضي معادة اكبر تلاتة لونهم احمر زي ما حراك شايف كده لو انا غيرت الارقام انا عندي هنا مجموعة من الارقام الراندم انا مجهزها لو خدت منها كوبي وروحت حطتها في الكولوم بتاع السيلز هتلاقي الجراف بيحصل له اوب ديت والتلاتة اللي كانوا اكبر تلاتة اماكنهم اتغيرت ولونهم اتغير بشكل ديناميكي للون الاحمر تعال نشوف هنعمل كده ازاي اول حاجة هعملها هبدأ ارسم التشارت بشكل طبيعي جدا وعشان ارسم كولوم تشارت هختار التو كولومز دول الواحد اللي فيه اسامي البرودكس والتاني اللي فيه الارقام بتاعت السيلز هختارهم مع بعض وهستخدم الشورتكات alt f1 هيرسم لي على طول الجراف زي ما حراك شايف رسم لي كولوم تشارت ده الديفولت لو استخدمت الشورتكات طيب محتاج اعمل فيه شوات فورماتنج سريع اول حاجة ممكن اختار الجايد لاينز وعملها delete ممكن اختار الاكسز اللي على الشمال ده واعمل له delete ممكن اروح على green plus ده واقول لو سمحت انا عايز data label فهيدين ارقام زي ما انت شايف فوق كل كولومز كمان ممكن اغاير اللون بتاع الكولومز فهختار اي واحد فيهم او اختارهم كلهم مع بعض واروح على home وممكن اختار الفيل على طول باللون الرمادي اللي كنا اختارناه قبل كده فكده عملنا اول خطوة بشكل ممتاز جدا الخطوة اللي بعد كده انا عايز احدد اكبر ثلاث قيم عشان احدد تالت اكبر قيمة محتاج استخدم الفونكشن اسمها large لو عايز احدد اكبر قيمة على الاطلاق هستخدم max ولكن دالت large بتخليك ممكن تختار اكبر قيمة او تاني اكبر قيمة او تالت اكبر قيمة وهكذا عشان استخدم معادة large هروح على اول self الجدول اللي هي d5 وهبدأ اكتب equal واستخدم الفونكشن اسمها large larg وهعمل tab وهيطلب مني array ال array ما هي الا كل القيم اللي موجودة في القولم بتاع السيلز وهدوس f4 عشان يبقى absolute reference عشان لو حركت المعادلة التحت يبدأ يقرأ معايا reference نفسه ما يغيرش reference وانا بتحرك وبعد كده كما طالب مني k وkd هي انت عايز اكبر قيمة ولا تاني اكبر قيمة ولا ذات اكبر قيمة وهكذا في الحالة بتاعتنا عايزين ذات اكبر قيمة وهنقفل القوس واندوز enter زي ما انت شايف جاب لي ذات اكبر قيمة اللي هي البانانا كويس جدا لكن انا مش عايز ذات اكبر قيمة دي تظهر الا لو كان الرقم مساوي للرقم اللي موجود في السيلز يعني بمعنى اخر لو شادت المعادلة لحد الاخر انا عايز كل السيلز تكون zero معادة اكبر قيمة بس اللي هي البانانا طب ممكن اعمل كده ازاي ممكن اعمل كده باستخدام معادلة F فهروح تاني فوق خالص اول سيل في الجدول في الكولوم اللي اسمه top 3 وقبل large او ممكن اعمل double click عشان اعمل edit وقبل معادة large او function اسمها large حبدأ استخدم F F طلبة مني logical test logical test حقارن الناتج النهيئة بتاع معادة large بالسيل اللي جنبها في الكولوم بتاع السيلز فحقول له هل ده يساوي الكولوم او القيمة اللي موجودة في الكولوم بتاع السيلز لو الاجابة true كما زي ما انت شايف الاختيار الاول او الاختيار التاني هو value if true اعمل ايه هو value if true هاتلي محتويات السيل اللي هي c5 او القيمة اللي موجودة في الكولوم بتاع السيلز طيب لو false كما لو القيمة false نتعمل ايه عايز السيلز تبقى فاضية فممكن اعمل اتنين double code مفيش جواهم اي حاجة واقفل القوس بتاع معادلة F وادوس enter يبقى زي ما انت شايف اختفت من قدام ابل ولو شديت المعادلة لحد الاخر هتظهر بس عندي عند البنانة فقط طب انا مش عايز بس البنانة انا عايز البنانة واي حاجة اكبر منها يبقى معنى كده ممكن اعدل في معادلة F وبدل ما انا مستخدم equal ممكن استخدم اقل من او يساوي ليه اقل من او يساوي عشان عايزي يجيب لي القيمة التالتة واي قيمة تانية اكبر منها تكون دخلة معانا في اللوجك ده فحادوس enter ونشد المعادلة لغاية الاخر فحتلاقي ظهر عندي 6819 دي تانية اكبر قيمة وظهر معايا البيتش 9041 دي اكبر قيمة 8535 ودي تاني اكبر قيمة دلوقتي محتاج اضيف الكولوم الجديد اللي هو top 3 على الجراف اللي انا رسمته قبل كده هاختار الجراف نفسه وانا مختاره هتلاقي معلم على التو كولومز اللي داخلين جوا الجراف واحد في اسامي المنتجات والتاني في قيمة المبيعات لو حبيت اضيف الكولوم التالت ممكن اجي من تحت كده لحد ما لاقي الساهم اللي راسين ده وبعد كده اسحب اعمل دراج هتلاقي فعلا الكولوم بتاع top 3 دخل جوا الجراف وحتلاقي كل القيم بصفر او مفيش قيم معادة التلاتة اللي فيهم تلات اكبر قيم طيب بس انا مش عايز ان هو يرسم لي كولوم جديد مش دانا كنت عملته قبل كده انا عايز التو كولومز دول يبقوا فوق بعض طيب اعمل كده ازاي ممكن اختار الكولومز اللي موجودة الكولومز الجديدة واعمل رات كليك وقاله لو سمحت اعمل لي فورمات ديتا سيريز هيفتح لي البين بتاعة فورمات ديتا سيريز ممكن اجيبها جنبي هنا عشان نعرف نشتغل عليها ومن الحتة بتاعة فورمات ديتا سيريز هلاقي التلاتة كولومز اللي موجودين هنا اللي هي سيريز اوبشن لو نزل تحت هتلاقي سيريز اوفرلاب معمولة مينس 27 عايزة خليها 100% ممكن يا اما اسحب الشرط دي لغاية الاخرية تبقى 100% او ممكن كنت استخدم الاسهم اللي موجودة هنا وانس انك عملت كده هتلاقي العمودين حصل تطابق بقوا الاتنين فوق بعض بقوا العمود الجري بقى مستخبي وراء العمود الورنج كمان ممكن ازود الجاب ويت شوية علشان الاقي التخن يكون مناسب بتاع العمود وليكن مثلا حاجة شبه او قريب من 100% فاعتقد كده وصليني شكل كويس قوي كمان ممكن اغير اللون الورنج ده لو اخترت الكولومز دي وروحت على الجردل ده اللي اسمه fill and line ممكن اختار اللون اللي انا عايزه وليكن اللون الاحمر وزي ما انت شايف كده بقيت معلم على اكبر 3 قيم طب لو القيم دي اتغيرت انا عندي هنا الrandom numbers تعال نختار الكولوم بتاع الrandom numbers ونحاول نضيفها هنا كده هتلاقي الكولوم بيتغير بشكل ديناميكي والالوان بتتغير بشكل ديناميكي لان الطوب 3 اللي موجودين محسوبين باستخدام الفونكشن اسمها large وبيتغيروا مع تغير الارقام اللي موجودة في الكولوم بتاع السيلز بكي نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة لو عجبك لو سمحت اعمل لايك وسيب لي تعليق واشترك في القناة وحتلاقي هنا بعض اللينكات المفيدة ممكن تبص عليها شكرا جدا لوقتوكو واركوكو استفدتو وشوفكو الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته